اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او تراء الهلال هو من السنة المشروعة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قرب شهر رمضان طلب من الناس ان يتراءوا الهلال وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فيستحب للمسلمين اذا ما قرب في يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين من شعبان ان يتراءوا الهلال استطلاعا لهلال رمضان طرق مثبتة ومتبعة شرعيا يؤذن من خلالها بدء شهر الصيام ثبوت دخول رمضان باحد امرين برؤية الهلال من شخص ثقة او ثقات يتقدمون للادلاء بشهاداتهم ويكون ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وعلى ان يكون ذلك بعد غروب الشمس عقب غروب الشمس وليس قبلها وانما عقب غروب الشمس وهذا شرط لقبول الشهادة هذا الاول الامر الثاني وهو اكمال عدة شعبان فاذا غم على الناس رؤية الهلال بغيم او دخان او غبار ونحوه فمعيار الشرعي هو اكمال عدة شعبان ثالثين يوما حسابات فيزيائية فلكية تبوح بمعطيات علمية منطقية تلامس بطرحها الدقة في سرد التفاصيل التي تتحقق من خلالها الشروط الواجب توفرها في الرؤية النموذجية لهلال رمضان يولد هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس 25 مايو في الساعة 11 الا ربع بتوقيت البحرين نقطة اخرى في هذا اليوم لا يوجد هلال بعد غروب الشمس اذ سيغرب هلال ورح يكون هلال شعبان راح يغرب قبل غروب الشمس بحوالي 20-25 دقيقة تقريبا وسائل اثبات الهلال وان تعددت يبقى المراد ضمن دائرة محددة رؤية حقيقية لهلال ينقل البشرة للعالم الاسلامي اجمع بحلول رمضان شهر الصوم الشهر الذي له منزلة خاصة بين شهور السنة فهو شهر الله لتلفزيون البحرين محمد الخيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر